تستضيف حديقة الأرمان معرض الزهور في دورة 89 والذي يستمر حتى 31 من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 240 عارضاً يعد هذا المعرض حدثاً ثقافياً اقتصادياً متميزاً يحرص على زيارته المواطنون خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحضائق كعادتها كل عام تستقبل حديقة الأرمان معرض الزهور في دورته 89 والذي يستمر حتى 31 من مارس القادم على مساحة 14 فداناً وبمشاركة أكثر من 200 عارضاً من منتج نباتات الزينة والزهور والحضائق إلى جانب منافذ بيع السلع الغزائية ومنتجات شهر رمضان الكريم المعرض بيتطور من سنة إلى أخرى احنا حالياً نعتبر في الدورة 89 زي ما حضرتكم شفتوا مستوى العارضين أصبحت مسألة نباتات الزينة ومسلزمات الإنتاج والمنتجات الأزهار وكذا أصبحت صناعة وأصبحت تستخدم في التصدير زي ما شفتوا كده أصبح جانب كبير من العارضين بيصدرهم وبالتالي احنا بندعمهم في إطار زيادة دخل الدولة من العملة الإجنبية بنقدم لهم كل الدعم وكل التيسيرات مساحة المعرض السنة دي 31 ألف متر مربع مشارك معنا 240 عارض زيادة عن السنة اللي فاتت تقريباً 14 عارض أو 15 عارض زيادة عن السنة اللي فاتت والسنة دي أطفنا قطع جديد لنباتات الزينة لأن العارضين كانوا حابين يشتركوا معنا بالنسبة لمواعد الزيارة من 9 صباحاً لتسع مساءاً المعرض مستمر معنا من نهاردة 26 اتنين لغاية 31 ثلاثة إن شاء الله المعرض ينقسم لعدد من الأقسام قسم نباتات الزينة الداخلية ونباتات الزينة الخارجية وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج إلى جانب قسم المسطحات الخضراء وقسم خاص بالصبار والنباتات العصارية بالإضافة إلى منفذ خاصة بالمنتجات الغذائية عندنا منتجات الغذائية من عصر نحل زائد مرباط للمنتجات الخاصة بالوزارة المشهورة بها وزارة الزراعة زائد كمان المنتجات اللي بيحتاجها أي بيت مصري زي الرز والسكر والزيت والسمنة كل المنتجات موجودة بأسعار تنفسية تقلع عن سعر السوق بنسبة تتراوح من 25% لـ 30% معرض متوفر حالياً دلوقتي أي حد عايز يشترك أي نباتات زينة موجودة بالأسماء اللي موجودة بالأسماء العلمية اللي هم عايزينها معرض الظهور ربيع مهم جداً على مستوى الثقافي وعلى مستوى تسويق للشركات اللي بتيجي تشارك في المعرض معرض داخل على 90 سنة النهاردة معرض بفيه تقريباً 240 عارض بيعرضوا على 31 ألف متر ورصة 28 فدان جنين معرض مهم لمصر مهم دولياً بيجيلك ناس من كل أنحاء العالم وفوت بتنزل عشان تشوف الزراعات شوف إيه الجديد عشان تبتدي تستورد من الكلام دوت معرض الظهور ده أكبر تجمع يمكن أكبر معرض بالمساحة دي يمكن في أفريقيا والشرق الأوسط معرض الظهور يعتبر معرضاً فريداً من نوعه في مصر والشرق الأوسط كما أنه بمثابة نافذة للأسرة للخروج والتنزه ويحرسوا على زيارته كل المهتمين بقطاع الظهور ونباتات الزينة وتنصيق الحضائق جرمين إبراهيم التلفزيون المصري